وصفة النهاردة هي سويتان ساور تشيكن او دجاج سويتان ساور حلو وحادق هي وصفة صينية مشهورة قوي معظمنا بيحبها عملتها بمقادير بسيطة جدا وسهلة ومتوفرة في كل بيت تعالوا بقى نشوف الطريقة والمقادير معايا حوالي كيلو او كيلو الا ربع من صدور الفراخ متقطعة مكعبات بالشكل ده وممكن كمان نستعمل الاوراك على حسب المتاح او المتوفر عندكم هنجهز بقى تدويرة الفراخ عبارة عن كباية من الدقيق وربع كباية من النشا ثلاثة من بياض البيض ومعلقة صغيرة بيكنج بودر معلقة صغيرة ملح في بولة بقى هنحط كل المكونات دي على بعض الدقيق كباية من الدقيق وربع كباية من النشا وثلاثة من بياض البيض ومعلقة صغيرة من البيكنج بودر ومعلقة صغيرة من الملح ومعانا كمان كوباية من المياه او كوباية ونص على حسب القوام بتاع الخليط هنحط الاول كوباية مياه ونبدأ نتقلها واحدة واحدة كده لحد ما نلاقي القوام معانا زي قوام الكيك كده بالضبط بيكون خفيف شوية مش تقيل قوي هنقلب بقى المكونات دي كويس ونبدأ كده نزود المياه شوية بشوية انا خدت معايا كوباية وربع بالضبط ممكن على حسب الدقيق او القوام اللي انتو حابينه ممكن تاخد معاكو كوباية او كوباية ونص شايفين القوام خف معايا زي ده قوام مظبوط وحلوة قوي ما تقيلوش عن كده علشان الفراخ تطلع معاكو مستوية كويس من جوة ومتتحرقش من بره هنحط بقى فيها قطع الفراخ بتاعتنا ونقلب فيها الفراخ كده كويس ونسيبها في التدبيلة دي مش اقل من ساعة اخر حاجة بقى حطها على التدبيلة كده رشة ملح ورشة فلفل بس كده هقلبهم كويس ونسيبهم في التدبيلة كده مش اقل من ساعة هنجهز بقى صوس السويتان ساور عبارة عن نص كوباية من الكاتشاب ممكن نزود عليها معلقة صغيرة كده من الكاتشاب السبيسي نص كوباية سكر وطلت كوباية خل هنضيف المكونات كلها على بعض حطيت الكاتشاب عليه السكر وبعدين عليه الخل وفي الاخر هضيف معلقة ونص من السوية صوس وبس كده هقلب المكونات كلها كويس مع بعض لحد ما السكر يبدأ يدوب كويس ويبقى الصوس جاهز معي فاي حاجة غويت عندك مقلاية او حلة هنحط شوية زيت غزير ونسيبه لحد ما يسخن وبعدين نهد النار خالص ونحط كتع الفراخ بالشكل ده وما نملاش المقلاية بالفراخ علشان الفراخ تاخد تسوية كويسة وتاخد لون حلو من كل الجوانب لان المرحلة دي هي مرحلة التسوية مش هنسوي الفراخ تاني فلازم تكون مستوية كويس قوي في المرحلة دي نحاول ان احنا كل شوية كده نقلب القطع الفراخ ونبعدها عن بعض علشان ما يلزقوش بالشكل ده وتطلع كل واحدة لوحدها وهقلبهم على كل جنب شوية علشان ياخدوا لون متساوي كمان التسوية تكون متساوية ومزبوطة بس كده بعد ما ياخدوا لون كويس ويستوه هتلحهم بقى على منادي المطبخ علشان يصفوا اي زيود زيادة فيها وبعدين هحط بقى غيرها من الفراخ علشان الزيت بيكون لسه سخن شوية وطبعا اكون مهدية عليه علشان ما يتحرقشوا كمان علشان ياخد سوا كويس هكمل كل الكمية اللي معايا بنفس الطريقة كده هسيبها في الزيت لحد ما تاخد لون وتستوي كويس من كل الجوانب وبعدين اشيلها واصف فيها كويس على منادي المطبخ علشان ما يبقاش فيها اي زيود واحط غيرها لحد ما خلص باقي الكمية اللي معايا كلها معايا فلفل الوان مقطعا مكعبات بالشكل ده علشان يبقى قريب شوية من الطريقة الاصلية بتاعته وكمان بصلايا متوسطة كده مقطعا مكعبات في طاسة كده على النار هحط فيها معلقة زيت وانزد بقى فيها بالخضار اللي معايا اللي انا مقطعا مكعبات يدوب بس ياخد تشويحة كده خفيفة في الزيت وكمان البصل كل الخضار اللي انا مقطعه هحطه كده في الطاسة وبعدين ابدأ اقلب فيه تقليبتين بس لحد ما يتشوح كده في الزيت بس كده انا حابة ان الخضار يفضل محتفظ بالقرمشة بتاعته هحط بقى عليه الصوص اللي انا حضرته بالشكل ده وبعدين اقلبه بس تقليبتين صغيرين كده وبعدين انزل فيهم بالفراخ كده بعد ما سبت الصوص بس يغلي غلوة واحدة نزلت بقى بالفراخ بالشكل ده وهقلبهم برضو تقليبتين ما سبهمش كتير على النار لانهم اصلا كده مستويين كويس لما انا قلتهم في الزيت هقلبهم بس كده مع الخضار كويس ومع الصوص علشان ياخد من طعم الصوص وبعدين خلاص كده تبقى جهزة معي اقدمها بقى بالشكل اللي انتوا حابينه وكده خلاص بقت جهزة معي اقدموها بقى في الطبق بالشكل اللي انتوا حابينه هنرش عليها بس رشة كده من السمسم وكمان رشة من حبة البركة عشان تبقى يعني الطريقة الاصلية بتاعتها بجد كمان احلى من بره بكتير لان انتوا بتقدروا تتحكموا في درجة الحلو بتاعها يعني ممكن تقليلوا السكر شوية لو انتوا حابين وممكن تزودوه بس كده الفراخ طالع معي مستوية جدا اهم حاجة ان انتوا تهتموا جدا في وقت القلي ده لان ده السوى بتاعها مش هتستوي بعد كده خلاص ودتوا عليها النار وهدوا النار خالص لحد ما تاخد السوى المزبوط بتاعها تمان نسيت اقول لكم ان الفراخ بعد ما تتقلب ممكن تتاكل كده لوحدها من غير ما تحطوا عليها سوس بجد التدبيلة بتديها طعم حلو قوي تعملوها زي الشيكن بوبس كده بجد طعمها جميل جربوها هتعجبكم ان شاء الله اهم حاجة ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة لو انتوا اول مرة تشوفوا قناتي وما تنسوش تقولوا الرأيكم في الكومنتين ويريد تدعموني على صفحتي على الفيسبوك وعلى تيك توك وعلى انستجرام وهسيب لكم اللينكات في الدسكريبشن بوكس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة